تعالوا مع بعض نشوف نعمل الصلاطة ازاي شوفنا مادرة على الشاشة يلا بينا يلا بينا بنجيب بايريكس ازاز ونقطع الصلاطة دي مع بعض كده وانا دايما بخلي طبق الصلاطة في الاخر باكبروا لوحة فنية تقدر تبيني حبك للمطبخ رشقتك للمطبخ البنجر عندنا بيتسلي انا عايز اقطعوا مكعبات بالشكل ده كده الله بيتسلي ازاي اقولك بيتسلي ازاي على فكرة البنجر ده نقدر احنا نستخدمه كعصير يعالج الانيميا برطقان بنجر في قلب الخلاط قلب فعالة وشفا معالاية عسل ودعا للانيميا قيمة غزائية عالية جدا اقول تاني اسمها عصير الرشاقة يعني نقدر نقول حبيتين من البنجر ده كده لوحة ننفو كباية ملو كباية مع كباية عصير برطقان مع معالاية عسل وفي قلب الخلاط وبالفة هنا وشفا تاني بنجر برطقان عسل والمقادير بتاعة السلطة على الشاشة معانا بنجر معانا بقدونس الله معانا فاسي توم عصير ليمون زيت زيتون ونعناع ميزة البنجر ده لما تقطعي بشكل حلو بيبان البعض بيحب يبشره بيقدموا برزنتيشن كده مع بعض الخضروات أو بعض السلطات زي ما انت حبا ولكن نصيحة مني ونشيف بيحبكم استخدامك للبنجر على طول دايما الراجل بتاع الخضار بيقول لي يا شيف مغازي البنجر ده زي الفل البنجر ده الناس بتهمله مش عارف ليه بتركز على البطاطس على الكوسة بانجر وتاكل كده وبعدين هو يعني دايما بيقوم بدور الفكهة ودور السلطة يعني ممكن نستخدمه في السلطة وممكن نستخدمه في الفواكه مع فروض صلاة في عصير زي ما انت عايزة الاولاد يكلو زي ما هو كده سليم والاطفال بيحبوه طبعا لانه بيغير لون شفايفهم كده وبيبقى لونه احمر ولطيف الاطفال بيحبوا الحاجات ده زي الفل كده زي تمام تعالوا نتبر الشيء الحلوين دول مع بعض صلطة حلوة لطيفة وراتين يعني اخدر كده حلوين حل شوية بقدونس حلوين اللهم صلى على النبي عصر اليمون يا عم الشيفة ليمون عالبانجر اه فيتامين سي ده مهم جدا على فكرة نشيل دي ورا كده عشان مش عايزانها ونجيب طبع التقديم بتاعنا اللطيف اتحط هنا مخرجنا عايزه هنا حلو ده مهم جدا شفتوا البانجر بيبهدل الدنيا ازاي بتلاقي كل الدنيا حمار عندنا زيت زيتون زيت زيتون مفيد جدا على فكرة بيعالج مشاكل كتيرة من ضمنها الامساك عندنا امساك زيت زيتون على جبن قريش عندنا امساك زيت زيتون في الصلطة الخضرة عندنا امساك معلية زيت زيتون مع معلية عسل حاجات اللي بقولها دي مهمة جدا ومفيدة وده مني كده وأنا شغال واحدة واحدة طبق السلطة ده نغرفه مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ولكن عايزة حتيت للامانة بدور عليك التفين فصي توم اهه اهه انا بحب دايما التوم الطوازة في قلب الصلطة بيودها في حتة تانية اههه دي بقت سلطة بانجر الواحد يأكل منها معلاو اتنين وثلاثة مشاكلنا مع البانجر ري عمشي بنأكل معلاو التانية بنحس ان احنا بنضرب سكر لا السكر طبعا الواحد ما بتكبروش يعني كده انا طلعت من موضوع السكر ده خالص باضافة التوم وعصير اللمون وزيت الزيتون قدت السلطة هنا تتحط في التفاح الحلوة دي كده الف هنا وشوف صلطة جميلة حلوة الصغار والكبيرة يحبها مفيدة مريض سكر يأكل منها بامان اي مشكلة مع الضغط يأكل منها بألف هنا وشوفة ممكن تقديم معها بيض مسلوق كده قدلت معها بروتين حيواني حلقتنا النهاردة تفاصيلها صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد بمقادير في متناول الجميع عملنا دقية البامية باللحمة الضاني بس من غير لحمة يعني بامية كدابة وعملنا كفتة جامدة جدا مع الريتسوس او مع صلصة الفلفلة الحلوة قدمناها لحضراتكم مشوية في الفرن صلطة البانجر للصغير والكبير يعني رؤية وفن وإبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضياء المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة